موسيقى موسيقى السلام عليكم البنات كنت بناتكن وكلكم بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله فيديو مختلف فيديو جديد سنشارك معكم تحضيرات العيد وكذلك تحضيرات بلد العيد كما تشوفوا هذا السجر سنحاول انني نبدل الدكورات كان في التم ديال الزرق والغري وكذلك الدكورات كانوا زرقين والغري المهم قلت سنبدل باش ندير التم ديال الصفر ونقري وكذلك شوية الخضر وكما قلت لكم البنات سنبدل للتم سندير الصفر وشوية الخضر وكما تشوفوا عندي سنحاول نحط عليها الدكورات مهم البنات نبغيكم تخليوا لي لي كومنتر كيف جاوكم للتم وكذلك الالوان وشكين شي تناسق او لا لا يعني يعطيوني الاراء ديالكم إلا بنت لكم شي حاجة مرحبا بالتعليق ديالكم المهم البنات هذه القريعة كنحطها غالبا هنا كنبغي نحطها نفل القند وكذلك غضي نحط هاد جوج ديال كيسان فيهم فراشات يعني كي تحطو فيهم الشموع كيف ما شفته المهم البنات غضي نحاول انني نحط كل دكور في جيها او لا في بلاستو انا من العادة ديالي كان بدل في الدكورات يعني ما كان بقاش في نفس الوتيم كان بغي نغير ما كان نحمل شي حاجة ليا دائمة يعني بحل الروتين ديما واحد الحاجة كتتحط في نفس البلاصة كان بغي نغير مهم البنات كيف ما كتشوفو كييما كنتشوفو وانا مازال كنقاد كيف ما قلت لكم البنات هذا عيد كل واحد غير يدوزوا في الضار ليالو ببوحدهم يعني العائنات ما غير يمشيوش عند بعضياته وما غير نشوفوش الاحباب الجيناة مع الاسف ولكن غير ينصبروا باش ندوزوا هاد الجائحة بخير وعلا خير ان شاء الله ويرفع علينا الله هاد الوباء ونرجعوه كيف ما كنا نبدا بولينا كان نقولو غير يا ربي ان شاء الله ترجع لنا الحياة كيف ما كانت نشوفو الناس نعيشو عاديين ان شاء الله ما يكون غير الخير هالبنات لانسان يحاول يخلق ساعدة فضاره باش مكان باش ما نحسوش بهاد الملل وما نحسوش بالضيق او لا نقولو لا علاش هاد الشي علاش هاد الالعيد ولمهم هاد الشي مكتبوا علينا الله ومعلينا غير ينصبرو ان شاء الله يدوزوا شي بخير وعلا خير كيف ما قلت شوفو البنات انا هاد ديكورات حطيتهم بهاد الشكل وهاد المفرش حطيتو هنا يا فالسونتر قلت مادم انو في نفس التيم ديال غريم وخاكي بريم ويمغادية طي واحد واحد الشغم بنسبة لطبيلة اما قلت شوفو البنات هاد الان انا سيحطيتهم في جناب هاكايا باشيت مشالية لوتيم معا لوتيم ديال السيجو دابا غادي ندوزون البنات القاضية ديال طبيلة ديال تلفازة البنات غادي نسوو لكم اشبال لكم تلفازة نخليها فوق طبيلة او لا نعلقها يعني يعطيوني الاراء ديالكم اشنو اما حسن واشنخليها فوق طبيلة ها كان كان فضل نخليها فوق طبيلة ولكن انتم اقوليني اشنو الرأي ديالكم كيفما قاتشوفو عندي هاد الديكورة ديال سبار اه هتاوهم من كيتها غنحطوهم ونفرقهم ها بتلاتة هم على هاد البلايس هنايا ليزي طاجير حطت فيهم هنبنات غير الاكتوبة وكيفما قاتشوفو هاد الكيسان صفرين مع هاد سليلت هادو غنحطوهم في شناب كانت منى هاد الديكور يكون جايه وعدك ما بغيتش نشارجي وكيفو كذلك هاد سليلتها غنحطوها معا من سورة تبصير يجبني بزاف نحطو فيه دقينا الحجارات ومشاريتهم مع هادلي طابلو في بريكوما عندما تصفت سريا خارج في هاد القند قلت ندوز عليها هاد لحط فيها هادلي طابلو قولي ليا الرأي ديالكم هاكاكي كل السيجور ديالي من بعد ما نقيته مسحته اشتركوا في القناة ومشاركتوا معكم كل شيء يرى وكيفما تشوفوا انا لباب البالكوم مازال سنشارك معكم البالكوم بدابة معنا للكوم في الموان البنات ما زال ما خرجت باش نشرين مسائل اللي مازال خاصيني خاصيني طابلو خاصني باش نجهز البالكوم ومراه جات مع الكم في الموان انا رحلت له الثار كيفما تشوفوا البنات هذا هو الدكور النهائي بالنسبة للسجرة اللي غادي ندوز فيه نهار العيد ان شاء الله ما كي لاش ندوز في الصالون وما يجي ان ديتش يحت غير انا والزوج ديالي كنت لاشنا ما ندوزو غير في السجرة كيفما كتشوفوا هدوى الدكور النهائي قولوا لي يا البنات كيف اشجاكم واشاشبكم واشلوتي موادك مهم كانت سنال اراء ديركم في التعاليق البنات ما تنسوش ليالي لايك ضروري لايك كتنسوهم ما تديروهم المهم كيفما كتشوفوا هنا كان الكتوبة هنا يحطط هادو هاد الدكورات هادو المهم شي حاجه بسيطة وسامبل كانت منينا الاعجاب ديالكم وكذلك اللون والانوان حتى هما يجيوا يعني يجيوا متنسقين قولوا لي الرأي ديالكم من سبال الخامية راغي بروفيزوار ما زال ما شريت لهذا السجر الخامية اللي غا تليق معاه حيث انا قنا بتلو خيدات بزبع يعني عخصوني الخامية تحسب الالوان اللي غادي نبقى نزيد في هاد السجر هادو كان عندي هاد السجر زرق ارطيتو غري باش نبقى ننوا في الالوان ديال الدكورات وكذلك المخيطات باش نبال لي ديما كان نوعو ديما كان نبتلو ما كان حملش انا شي حاجات بقى ديما في نفس اللون ديما يعني الروتين كان بغي نحيدو شوية باش نبالتغيرات البسيطة دابا البنات غادي ندوزو هنا يا البنات انا مشيت عند الواليدة ديالي مشيت جبت لقيتها جبت لي الحلوة عند واحد السيدة غادي نوريكم البنات الحلوة اللي شاريت عندها الصراحة كتجي فننا بزب خصوصا هادي هادي كده يجبني عندها بزب دقتها المرة اللولة وقلت ليها صيب لي يا كيلو واكيد عن قديمة كومان ديها عندها كيف ما كتشوفوا البنات كدت مني يبليكم هادي الغريبة ديال كاوكاو بسكر غلاسي وكذلك الكاكاو وهنايا عندي الصابلي مشكل تقريبا ثلاثة دلانواع هكا كون مو ما عرفتش انا شنو درت لي احنا ولكن انا قلت لي اشكل اليال صابلي على دوقك هادولي ماكارون شاريتهم عند واحد السيدة يضع كوماندتهم عندها كدير الكوماند بار فيسبوك بار تليفون وكيوصلوا لكم حتى لطا بسبب الحلوة البنات انا مشيت عند الوليدة حيث هي قريبة لعند اديك السيدة انا احط لكم هنا يا النمرة ديالها اولا لا تاخد فيزين صدقوني يا البنات كدير حلوة رائعة ماشي اشعار ماشي التشهاجة ولكن حلوتها اجبادني بزاف وسيدة اللي بادية وبغا تتعاون يعني بغا توقف عنها رجلية وخاية عندها الوليدة كما حكيت لي دوزت بزاف سينيني في هاد الحلوة ولكن ده با دير المشروع ديرها لا يوفقها كيف ما كاتشوفوا لبنات اليوم صباح العيد انا وجيت طبيلة ديالي وجيت كل شيء حطيت حطيت الكيسام حطيت اعتاي در تمسيب بنات كيف ما كاتشوفوا هادو الدكورات در تمسيب بنات في البلاتو هادا استفت في هاد الحليوات بالنسبة للمسم من حطيته في هاد طبيصيل وقدمت مع غير العسل و الزبدة وكذلك هاد الكيكة لبنات كما قلت لكم رافقتوا مع العسل و الزبدة وكذلك حطيت هنا مكارون في هاد البلاتو هادا ديال اكسيون وبنسبة لكيكة حضرتوا كيكة عادي بالكاكاو وقدرت عليه الشكلات و الفيغميسين من الفقز و اكتب هاد الشكل هادا هكيكة جي طبيلة ديالي يا لبنات كانت منتنا الاعجاب ديالكم وكذلك الالوان وكذلك طريقة باش حطيت الديكوراسيون انتمنا لبنات تعطيوني الاراء ديالكم بالنسبة للحلواره خطيرة خطيرة بزاف انا هاد الجوجة تحمقوني تصب لي عندها زوين وحتاج تصب لي البيض كي يجي رائع على البينات بالنسبة للغريبة البلاء والغريبة للخرار من الاخت ديالي ايمان هنخلي لكم اللينك ديال الفيديو دياله هاتي شاركت معكم الطبيلة ديال العيد والتحضيرات حتى دخلوا عندها و دلوا ليعابوني وخليوا ليع تعليق ونحطو لكم في البغدان الفو اللينك ديال الفيديو دياله ان شاء الله كما كتشوفو الكيك ومو يمشي حاجة بساطين البنات نقدرون نديرو طبيلة زوينة غير من الاشياء اللي عندنا في الدار ما كي لاش نخرجوه ما كي لاش اننا يعني نتقدروا حويج لماشي ضروري خصوصا في هاد الحجر هادا ديلوا الحلوه عادية في الدار وفرحوا بها الوليداتكم وفرحوا بها ريوسكم لمو ايمان البنات اي اي اشان اقول لكم ما زال هذه هي الطبيلة ديالي ديال العيد انتمنى تقبلوا علي وانتمنى انكم ما تبخلوش عليها بالليلايك ما تبخلوش عليها بالتعليق ياريت ياريت انكم تشاركوني الاراء ديالكم في التعليق ديال الفيديو ديال النار هذا وانني شاركت معاكم الطبيلة ديال العيد والتحضيرات ديال السيجورد اللي حضرت فيها الطبيلة ديال العيد انتمنى هنا الاعجاب ديالكم ونخليكم معا باقي الفيديو ونخليكم ندوزه ان شاء الله للغداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي الاخير البنات سنشارك معاكم الغداء اللي درت نهار العيد درت الرفيسة رفيسة اللي هي ساعة اللي ويعرفها كل شي ان شاء الله نخصص لها فيديو ديالها بوحدها ونشاركها معاكم الآن سنشارك معاكم غير الحطة ديالها والطبيلة وكذلك الديكور ديالها نتمنى هنا الاعجاب ديالكم البنات نتمنى هاد الفيديو نتمنى الاعجاب ديالكم وكذلك التحضيرات كذلك تخليوا لي اياه لي كومنتر ديالكم على حسب الديكوراسيون اللي عندو شي ملاحظة مرحبا بأي تعليق ما عليكم غير تخليوا لي اياه وان شاء الله انا سنجاوبكم عليه وكذلك خلجوا عليها بلايك ولمزل ما اشتركت البنات اللي جديدة مرحبا بك ان تقابنا هي عندي وانا تنسيش التفعيل الجارس ان شاء الله البنات نضرب ليكم موعيد في فيديو جديد ان شاء الله اين نتمنى لو يكون هادblicو خفيف وظريف عليكم وانتمنى ليكم عيد مبارك ساعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة